بدأ ما تاخد المنتج ده تاخد منتج تاني الرعا حيروح مغيرين على حد تاني وان مش خسرينين حاجة يبقى انا وانا بجيب الراعي لازم جيب الراعي الشريك الحقيقي اللي عايزني وين وين situation اكسب وتكسب وحافظ عليك عشان تحافظ علي وتديني مزيد من الحقوق اذا كانش الناس تفطن إلى هذا النقاط مبكر هتلاقينا في الاخر بنوصل لنقطة اللي ما فيهاش انقاذ لشيء طيب شوفوا بقى لما يعني خسارة الاهلي لمباراة الصوبر تقود البعض لتفسيرات غريبة وعجيبة تتعلق باداء العمرة يعني مبارح طلع في الازاعة للزميل محمد الليسي وقال انه معسكر الاهلي ما كانش فيه زبط ولا ربط ليه قالك اعضاء مجلس الادارة سابوا البيعسة وراحوا يعملوا عمرة سابوا البيعسة طيب هم مفروضوا يكونوا في البيعسة لقطة اللي قدامكم ديك المهندس خالد مرتاجي والاستاذ محمد الدماط والاستاذ محمد الجرحي والاستاذ طاري انديل والدكتور محمد سراح لا 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 دكتاقوا بصوا يا جماعة دول راحوا من القاهرة على مكة عملوا عمرة اولا مسافرين لوحدهم مش مع طيارة البيعسة وبعدها بيومين كمان هو مش راح مسؤول ولا دخل المعسكر ولا راح الفندق طلعوا من هنا على جدة راحوا مكة عملوا العمرة خدوا الصور التذكرية اللي انتوا شايفينها وبعدها راحوا الطائف للمعسكر باتوا مع البيعسة واتفرجوا على المطش ورجعوا تاني يوم ايه علاقة الانضباط في البيعسة انه اعضاء مجلس الادارة عملوا عمرة بصوا الامر وصل لغاية فين بعد المباراة بقى البعسة كلها برئاسة الوزير العمري فاروق راحوا عملوا عمرة دي بعد المباراة وقبل العودة للقاهرة يعني التاني يوم للمباراة حسب ما كان مقرر راحوا عملوا عمرة انا عجزة عن سؤال بقى عمل عمرة الكابتن محسن صالح الاستاذ العمري فاروق الكابتن مصطفى عبدو زي ما انتوا شايفينه قاد الوزير العمري فاروق دي بعد المباراة والكابتن محسن صالح والكابتن مصطفى عبدو يعني كل دول يا جماعة عملوا العمرة بعد المباراة تاني يوم للمباراة ايه علاقة الانضباط لا انا عايزة اسأل سؤال هاتلي واحد فى مصر مسلم ومؤمن عنده فرصة يعمل عمرة بعد انتهاء التارجد التارجد بتاعه هو خلاص دوره انتهى يعني بعد عن الفرق انتهى وعمل عمرة مين يعنده وزير فرصة ده حتى تبقى غريبة المعملوش للعمرة بقى انت جنب مكة الطاب دي جنب مكة والعامر اللىو طلع من الفندو راه عمل عمرة من الطائل في مكة ايه اللى فيها من عدم انضباط هو كولر اللى طلع عمل عمرة ساب الفرق ورجع لها هو فى ايه جماعة مش مش عايزين نبقى اوفر بندور على غلطة زالى يقول لك خناقة ومش عارف ايه وحصل وما حصلش داوشة 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 فى كل وانا دا بقى بقول ايه استاذ ابراهيم في حاجة جاية لا الجزئة اللى انت والتهم لا